عزيزي المشاهدين اهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هيبا والحياة معنا النهاردة حلقة مختلفة تكلم عن علم مختلف ممكن بعض الناس بتختلف فيه في القراء فيه ناس بتشوفوا ان هو دجل او شعوزة وفيه ناس تاني بتشوفوا ان هو بيصور لنا ان احنا ممكن رسائل ربانية ان احنا نقدر نحنا نتعامل على اساسها او رسائل كونية كل ده هنعرفه النهاردة مع عظيفتنا الجميلة اللي مشرفونا الباحثة عبير محمود اهلا وسهلا بك اهلا بك شو زهبة اهلا وسهلا بك عايزين نعرف من حضرتك علم الفلك وعلاقته ايه بالانسان وهل العلم ده فعلا لو اتطبق مع الوقت والطاقة بيدي نتيجة حلوة علم الفلك ده هنقول بيخش في كل حاجة في حياة الانسان وفي كل العلوم هي عبارة عن تأثيرات بتأثر علينا تأثيرات فزيائية بتأثر في الارض التأثيرات دي بتدينا احنا طاقة بتأثر علينا نفسيا وفي كل تصرفاتنا وفي كل حركاتنا اليومية طبعا لو اتطبق اكيد حيدي نتائج كويسة جدا وحيخلي يعني حياتنا هتتغير وطبعا انا عايزة اضيف لحضرتك ان العلم ده مش جديد على العالم العلم ده موجود وفي امريكا وفي اوروبا اسمه الاسترولوجي العلم ده موجود جدا وقديم وبتيالي احنا بس كعرب احنا المعلومات بس بتوصل لنا متأخر شوية بس هو لا موجود وموجود وبأبحث اكتر من اللي احنا بنتكلم فيها كمان طيب عايزين نعرف ونعرف برضو المشاهدين علم الفلق بدأ معاك ازاي او ازاي اكتشفتي او عرفت ازاي ان هو فعلا بيدي فعلا نتيجة رائعة بس يا حضرتك انا انسانة زي كل الناس كان عندي مشاكل وكان عندي ضغوطات وكان عندي حاجات كتيرة طب انا بيحصل معايا كده ليه طب انا ليه كده ابتدت اقرأ ابتدت ابحث ابتدت اشوف اسمع الكرآن واتفحص في الايات طب ليه ربنا بيتكلم على الكواكب والنجوم طب ليه فيه ايه الاسباب مش هي الحياة بس ان احنا بنكتشف منهم التواريخ الهجرية لا في حاجات تانية اكيد ربنا لما خلق كل حاجة ادى ليها الاسباب لا تحصى ولا تعط بس احنا ربنا ادان عقل نفكر به ونعرف نكتشف فالحمد لله رب العالمين عدت اقرأ وابحث لحد ربنا ما هداني وعرفت بقى الطريق السليم ابتدت ابحث وبتدت اقرأ وبتدت اذاكر واراجع زي ما يكون لسه طالبة بتعلم من اول وجديد والحمد لله زي ما انت شايفة الحمد لله الحمد لله فيه ناس كثير بتسأل وفيه جدل يعني ان هل العلم الهيئة الفلكية ده ليه علاقة بالوقت او ليه علاقة مثلا بنفسية الانسان او مثلا لو شخص مثلا داخل على مشروع او شخص مثلا هيبدأ مثلا حياة هل الحاجات ديت ليها تأثير عليه في حياته اوه طبعا كل حاجة احنا هي عبارة حياتنا عبارة عن 12 بيت 12 بيت ده في كل مجالات حياتك من اول حياتك ومظهرك الخارجي الى الامراض والصحة وان ان انت لما تبقي قاعدة حتى مع نفسك وبيجي لنا كلنا اوقات بنبقى عادينا عايزين نعود لوحدنا مش عايشوف حد مش عايز نتكلم مع حد دي اسمها بيت الخفاية البيت ال 12 فمن اول البيت الاول حياتك الشخصية عدي بقى مجالات حياتك الى البيت ال 12 ان انت تبقي عايزة تعتزل الناس حتى في دلائل في الهيئة الفلكية بتقول انسان ده هيخش استجنه ولا لأ هل هو هيخش مستشفى ولا لأ هل هو هيعود فيها فترة طويلة ولا فترة صغيرة بس ده ملوش علاقة بعلم الغيب طبعا احنا ما متتدرقش العلم الغيب او منبحث بعلم الغيب انا حددك لما بدي دلائل وتوقعات حددك مثلا تقولي لي طب هي قد ايه طب ليه اقولك معرش لان ده اسمه علم الغيب انا لما اجي اقولك مثلا احداث فيه 1 2 3 طيب انا ايه الاسباب بتاعتها او هي ليه معرش انا ليا درجات قدامي الدرجات دي انا بحسب عليها وبقولك ان مثلا ان ده التربيع مع تزديس بيدي كذا او الكوكب ده مع الكوكب ده بيدي كذا ولكن انا مقدرش اقولك السبب ايه او الاحداث اللي هتقدل ده ايه معرفاش دي حاجة بقى في علم ربنا او بنقدر ان احنا نقول ان دي رسائل ربانية او دي اسباب احنا بناخد بيها زي مثلا ان علم الارصاد الجوية طبعا ده في علم الغيب لما بيحصل مثلا سقوط امطار او ارتفاع في درجة الحرارة ده برضو جاي بناءا على علم توقعا مش غيب بالضبط طيب حضرتك هل مرة عليك مثلا احنا من ضمن الحالات اللي هي مثلا بتحلل لها هل حصل جدال او حصل مثلا نقاش بينك وبينها وفي الاخر طلع مثلا ان تفكيرها خاطئ او كلامها خاطئ اكيد كل اللي بيجو لي كده بيتكلموا اول سؤال بيسأله لي هو اللي احنا بنعمله ده حرام ولا حلال بالضبط عايز اقول لحضرتك حاجة في بعض من الفلكيين اللي بتتكلم في العلم الفلكي الخاطئ هي اللي شوهت سورة العلم الفلكي تمام وطبعا الغرب بيصدرولنا احنا الغلط وهم دايما اللي بيمشوا بالزحفة علم الفلك ده حضرتك لو هتعملي سرش على الانترنت هتلاقي ده منتشر من سنوات والسنوات في امريكا واوروبا وبيعتمدوا عليه في حاجات كتيرة في حياتهم في تأسيس مشروعات في حاجات كتيرة بيعتمدوا فيها علشان يوصلوا لاحسن المناصب واحسن المواقع لما بتشوفيهم انتي بتقولي اوروبا ده يعني احنا كعرب مسلا بص اوروبا ده حلم امريكا ده حلم طب هو ليه حلم هو مش حلم ولا حاجة هما عندهم افكار والافكار دي اصلا احنا اللي عملناها واحنا يا احنا كعرب كمسلمين احنا سيدنا ادريس ده لما نزل بعلم الفلك نزل معه علينا احنا كمسلمين او كعرب فهما بيصدروا لنا احنا الغلط وهما بيتعاملوا بالصحة فاول سؤال بيجي يسألوا لي هل ده حرام ولا حلال طبعا بتعودي وتفاهميه وتدي له دلائل من حياته يقولك بقى ويجي مثلا حضرتك مثلا بتحليلي مثلا في مصر يجي مثلا يقولك طب ممكن تحليلي توقعاتي انا استنادي مثلا انا برا مصر فبيختلف توقعاتك يبقى انا فعلا حققت الدليل اللي انا بتكلم فيه ان انا بتكلم في خط طول وخط عرب وفرق توقيت فدولة بتختلف عن دولة طيب اكده توقعاتك اختلفت من دولة لدولة طيب بالنسبة للنشأة نشأة علم الفلك طبعا مسألتك اول سؤال نشأة علم الفلك بالنسبة لحضرتك نشأة علم الفلك او الهيئة الفلكية بالنسبة للعلم ذات نفسه علم الفلك نسأل سيدنا ادريس تمام وطبعا كل يوم العلماء بيكتشفوا جديد وكل يوم بيحصل فيه تحديث تحديث اوه تبا والتحديثات دي بقى احنا لما بنيجي نقولها بنقولها بالتحديث العلم الحديث فلما باجي اقول لحضرتك توقعاتك انت نفسك بتستغربي ان انا بقول التوقعات دي وبقولك الاحداث دي سليمة والدليل انا لما جيت حللت لحضرتك حضرتك يعني استغربتي ان انا بقول الكلام ده قلتلي كل ده انت بتعرفين منين ما هي عبارة عن درجات احنا بنحسبها بتديني التوقع بتاع حضرتك هي درجات حسابات زي ما انت بتدي اردر للكالكوليتور ان هو يديكي مثلا حل المسألة دي هو بيديكي ناتج بتاعها طيب بالنسبة للعمل الوقت مهم طبعا كل حاجة لما تعمليها في التوقيت السليم بتغذي فيها الايجابيات وبتبعدي عن السلبيات كل واحد في حياته في ايجابيات عالية وفي سلبيات عالية احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتبعدي عن السلبيات طبعا عايزين نعرف من حضرتك ايه التوقعات المنتظرة طبعا احنا هنتكلم الايام الجاية هيحصل رخص في الدهب وحيحصل ثورات كبيرة بس يعني حتكون في اوروبا او 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 امريكا تمام ثورات دي وحيحصل توترات سياسية كبيرة جدا واحداث دموية وحيحصل انتشار عدوة بين الطيور اوه زي ما حضرتك قلت قبل كده الحيوانات وباقي يصيب الحيوانات الاليفة ولزال موجود ده قائم يعني والكورونا طبعا العلاج طول ما هو زحل في برج الدلو حيقول النهاردة فيه علاج لا بكرة مفيش لا ده ما وروسيا طلعت وقالت ان فيه علاج وبعد كده رجعت وقالت لا كل ده دلائل زحل في برج الدلو يخلينا فيه تخبط مش اخدين قرار سليم ان اه ده العلاج ده ظهر لا يحصل فيه تخبط بس مع 2023 ان شاء الله بإذن الله مش هنسمع اي حاجة عن الاوباء بس احنا خلال الفترة دي لحد شهر 3 2023 هنطلع من وباء نخش في وباء بس يعني الوباء مش معنى كلمة وباء بقى هيحبسنا في البيت لا طبعا حقيقة الناس هتبقى ماشية بس فيه وفيه ظهور امراض مزمنة ولكن الفترة اللي احنا بنتكلم فيها فترة الامراض المزمنة اللي تخص ارتفاع درجة الحرارة كلها تخص درجة الحرارة درجة الحرارة كارثة هتحصل في الانترنت ووسائل الاتصالات الله اعلم برضو الاسباب بالضبط احنا ما نعرش هتأثر على البريد هتأثر على الاتصالات والموبايلات هتأثر على وسائل المواصلات بس برضو احنا مش عارفين ايه الاسباب هي فيه حاجة هتحصل كده بس ايه اسبابها الله اعلم انت حاس في مدارس زيادة حوادث الاختصاب ارتفاع اصعار النفط البترول سعر هيا زيادة الحرائق والتفجيرات يعني الفكرة دي هتبقى قايمة والفترة اللي جاية لان كمان المريخ هيتراجع اوه فحتلاقي التفجيرات والحرائق هتلاقيها زادت اغتيال شخصية مهمة برضو معرفش هي مين وفي انه دولة الله اعلم الله اعلم ايه ايه هيحصل حدث دائمي في مكان فيه تجمعات مهم فين برضو في انه دولة في العالم معرفش احنا طبعا حدثك لما ترجعي احنا قلنا في الكسوف والخسوف اللي حصل يوم واحد وعشرين ستة جينا قلنا ان كل الدولة الخسوف والخسوف هيكون في الدرجة في برج السرطان في الدرجة سفر يعني الدول اللي هتتأثر هتتأثر على سواحل لان برج السرطان ده برج مائي تمام لما حصل مرفق لبنان هو مش ده الانفجار ده مش حصل ده ساحل او لما جينا حصل صورات في في اوروبا دي كانت على سواحل في امريكا برضو لما جينا قلنا وباء حصل في الصين في الخنزير وبعدين حصل في طارتوس في سوريا سحل سحل تمام لما جينا قلنا الطايف حصل فيها فيضان ما سحل فكل الاحداث تخص المناطق السحلية فشل المنتجات الفنية للأسف اي انتاج فني هيحصل فيه فشل يعني مش هنلاقي المنتجات الفنية والعمال الفنية في الظهار لأ هتبقى في ركود هيحصل اضرابات للعمال حيرفقها اعمال شغل وعنف هيحصل ضرر يصيب اصحاب رؤوس الاموال وطبعا انهارات اقتصادية شديدة جدا هيتأثر بيها العالم كله وطبعا احنا الانهارات الاقتصادية بسبب كورونا لأ هيحصل احداث تانية هتخلي الانهارات دي مستمرة معنا بس الدولة ايه او المكان فين برضو الله اعلى طبعا عشان احنا نوضح للمشاهزين ان الدلائل دي كلها دلائل كونية وربانية ما لهاش اي علاقة بعلم الغيب طبعا عشان نرجع ونقول برضو علشان فيه جدال بيحصل واختلاف قراء يعني فيه ناس طبعا مختلفة في القراء بتقول ان ده دجل وده لا حرام وده علم غيب برضو احنا قلنا ان هما بيصدروا لنا ان احنا يعني المقولات اللي بيتقول ان كذب المنجمون ولو صدف فيه اية من كلام ده يعني هو تردد وخلاص ناس بتردد طب نبحث يا جماعة نبحث في اصل العلم فين لو بحثنا وشوفنا صح وعرفنا القراء صح بيتهيقلي احنا هنبقى من الدول النجحة بس طبعا الغرب من مصلحته ان احنا نفضل سابتين في مكاننا ونفضل ننزل لتحت ونطلعش الفوق والدليل ان هنحنا كل حاجة بنعترض عليها من جراء سباب طب انت بتعترض ليه احنا كشعب او كشعوب عربية بنفكر في حاجة واحد الاكل والشرب والحياة اليومية لا في حاجات تانية كتير في حاجات تانية كتير اهمة من الاكل والشرب في العلم في ان احنا نوصل للعلم السليم هما هقول لحضرتك تجربة حصلت ان احنا لما حصل كورونا احنا فكرة العلم عن طريق الانترنت كانت طبعا مع ولادنا كلها فشلة لكن برا لأ الامور كانت ماشية سليمة جدا وقدوا امتحاناتهم وكانت حياتهم سليمة جدا وما كانش عندهم اي مشاكل طب ليه ليه هما ليه هما يعني هما اطفالهم كيرا اطفالنا لأ طبعا علشان هما من الاول اتأسسوا على التكنولوجيا الصحيحة تكنولوجية الانترنت احنا عندنا يمكن تكنولوجيا دخلت عندنا متأخر ما احترامي لحضرتك هل تعتقدي ان التكنولوجيا اللي دخلت طب انت في مصر هنا انت الانترنت فيسبوك ميسنجر واتس الحاجات اليومية في حاجات تانية على فكرة غير الكلام ده كتير ايو في حاجات مفيدة افيد بكتير مين مش معاه موبايل مفوش داتا مفيش فالعلاقة وما بينك وما بين الانترنت او يعني كشعوب عربية العلاقة وما بينه وما بين الانترنت فيسبوك هو ده العلاقة قلة قليلة اللي هي بتبحث في جوجل بقى وتسأل اي حاجة يعني مثلا هو شاف حلقة في التلفزيون في حاجة معينة يبتدي يخلص الحلقة يعمل سرش عنها ويعمل سرش عن الكلام اللي بيتقال تمام قلة قليلة من كده قليلة او فعلا عشان كده هم طبعا ليه لما بيشوفوا عندنا او في اي دولة لما بيشوفوا حد متميز بيختفوه بفعلا عشان هم عايزين نجاحات اليوم هم ومش لنا احنا هم عايزين ومن مصلحة الغرب ان احنا نبقى تحت مش فوق طيب عايزين نوضح برضو للمشاهدين العلم الهيئة الفلاقية واعلاقته بالقرآن الكريم هل في ده اللي ايفا عايزين نعرفها برضو للمشاهدين حدرتك لو احنا برضو بحسنا هنلاقي ايات كتيرة دلة على الكلام اللي احنا بنقوله والشمس والقمر بحسبان ايات كتيرة 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 بتقول ان علم الفلاق ليه تأثير بس ابحثوا اقروا دايما ربنا بيختم اياته لعلكم تتذكرون لعلكم دايما بيختم الاية بلعلكم دي اشارة للمسلمين لعلكم افهموا اعقلوا ما تقولون اعقلوا اللي بتسمعوه اللي بتشوفوه عرفوا يعني لو احنا مشينا ومشينا بطاقة الكرآن الكريم علينا وعرفنا بتأثر فينا ازاي سدقيني هنبقى من انجح الشعب ربنا كلامه حق فعلا لو احنا طبقنا وقرينا وفهمنا وعملنا اللي ربنا بيقوله سدقيني هنبقى من انجح الناس ده الكرآن الكريم في علم الطاقة ده طاقة ايجابية عالية جدا يعني انت حسن لو انت حسن انت تعبين او نفستك تعبانة او متضايقة لو جيتي سمعتي آية واحدة في القرآن كده وسمعتيها بقلبك قبل ودنك هتلاقي ان انت نفسك اختلفتي بعد ما كنت متضايقة بعد ما كنت تعبانة هتلاقي نفسك بقيت كويسة ومستريحة ونفسيا كويسة لو صليتي الركوع والسجود ده طاقة طبعا هتلاقي نفسك ما هي الطاقة دي عورها عن ايه زبزبات بتأثر فيك بتأثر في نفسيتك زي الكواكب والنجوم بتأثر فيك كل حاجة ربنا خلق لها يعني عينك وعينك بس عشان تشوفي بها بس لا ربنا خلق كل حاجة لها أسباب كتيرة بس تبحثوا في الأسباب تبحثوا في الأسباب طيب لو احنا مسلا نيجي نحلل يعني في الملهاية الفلكية شخصين الشخصين زي بعض هل بيختلفوا ما بينهم في شخصين زي بعض لا من الشخصية كشخصية كالكاركتر بتاعه احنا بنتكلم على الميلاد بتاعه أو مثلا الوقت بتاعه أكيد ده الهيئة الفلكية بتاعته بتختلف عن الهيئة الفلكية طبعا طبعا يعني حضرتك مثلا تاريخ ميلادك زي تاريخ ميلادي تمام اتولدتي في المحافظة وأنا في نفس المحافظة بس اختلفنا مثلا بيني وبينك مثلا ساعة الساعة دي تفرق أو ساعتين انتي البرج الصعب بتاعك حاجة وأنا البرج الصعب بتاعي حاجة البرج الصعب بيتغير كل ساعتين أما درجة الصعب بتبقى كل أربع دقيقة بيتغير الدرجة العشرة الأولانين ليهم توقع العشرة التانين ليهم توقع تاني العشرة التالتين ليهم توقع هم 30 درجة كل 10 ليه توقع ولو الأحتاء مثلا لو حضرتك مثلا مولودة معين في نفس التوقيت ونفس تاريخ الميلاد ونفس المحافظة بس اختلفنا درجة الصعب بتاعتك جير درجة الصعب بتاعتك أو البرج الصعب بتاعك هو نفس البرج الصعب بتاعي بس اختلفت الدرجة ممكن انت مثلا مولودة قبل مني مثلا بربع ساعة أو نص ساعة انت ممكن تشوفي الأحداث قبل مني أو درجة الصعب هي أيها تمام كل بسي كل حاجة احنا زي بعض بس اتولدنا بنا ومن بعد مثلا عشر دقائق ربع ساعة ممكن انت تشوفي الأحداث قبل مني أو انا أشوفها قبل منك ولكن مفيش إنسان نقدر له زي إنسان تاني لأن لما بيكون الكواكب بتختلف الكواكب في البيت حسب وجود الكواكب في البيت على تأثيره عليك غير تأثيره علي احنا يعني مثلا المريخ في البيت الأول تلاقي الإنسان عصبي عطارد في البيت الأول تلاقي الإنسان ده لبق بيتكلم متحدث عنده قبول مع الناس الناس تحب تسمع لكلامه كويس جدا زحل في البيت الأول تلاقيه مثلا إنسان متشائم مش من السهل إنه يبقى إيجابي دايما الألوان اللي طاغية عليه الألوان الغمئة يحب الألوان الغمئة اللي هو الطالع بتاعه مثلا أسد ده البرج اللي هو الحاكم على برج الأسد الشمس دايما يحب الألوان الأصفر الأورنج يحب الألوان اللي كلها بهجة حسب بقى موجود مثلا الشمس دي موجودة في أنه بيت لو بيت الصحة لما تكون الشمس مثلا في هبوطها أو وبلها تلاقي مثلا الإنسان ده صحته مش مزبوط لكن هي ببيتها تلاقيه منتعش ومبسوط وبيتعامل مع الناس والناس حباه وهو حابب الناس وحابب الحياة يعني بيقوم كده يقولي أنا حاسس أنه مبسوط النهاردة نفسيتي مرتاحة بزبط كده طول ما الكوكب موجود في مكانه السليم وموجود في سعادة الإنسان بيبقى سعيد سعيد في الجهة اللي هو البيت بيتكلم عنها يعني مثلا لو في بيت المال لو بيت المال سعيد تلاقيه هو بيعمل مشروعات كويسة بيت المال عنده بيجيله فلوس بكل سهولة في حد مثلا عنده زوحة في البيت التاني بيت المال طيب ما هو أكيد هيبقى عنده المال بيجي صعب المال يجيله إمتى بقى في سعادة الكوكب زوحة لما يكون متراجع تلاقي الفلوس بتاعته مفيش يبقى شايفها وهو بيبقى في الأول وفي الآخر اختبار اختبار يشوف ربنا احنا هنعمل ايه هل احنا هنتقرب لي ولا لا انتي ممكن تغيري الدلائل دي كلها تحولي السلبي لإيجابي باختيار الوقت والدعاء والزكاة في نهاية حرائتنا عايزين حضرتك تقول لنا نصيحة كده للمشاهدين يستمروا عليها خلي عندكو طقائج بي ما تسلموش نفسكو لأن الحياة مثلا وقفت على حاجة مفيش حاجة بتقف ربنا ما بيوقفش الدنيا على حاجة خلي عندك بكرة لأ أنا بكرة عندي كويس لأ أنا ان شاء الله بإذن الله أنا هشوف حاجات حلوة بكرة أنا كمان ساعة لأ ان شاء الله بإذن الله أنا هشوف كل حاجة سعيدة كل ما بتدي لنفسك طاقة إيجابية جميلة بتبقي إنسانة كويسة جدا والصلاة والدعاء مهم مهم والزكاة ده حاجات يعني الدعاء يرفع البلاء كل ما اتقربنا من ربنا ودعينا كتير ربنا هيرفع عننا أي حاجة وحشة إن شاء الله إن شاء الله للأسف وقت حلقتنا انتهى نشكر حضرتك أستاذ عبير على الحديث الشايك ده جد إحنا استفدنا كتير وأكيد المشاهدين برضو استفادوا أبنا خليك مش سزوك شهرة لحضراتكم إن شاء الله مع موعد جديد في لقاء جديد مع برنامج هبة والحياة ترجمة نانسي قنقر ا₁ spe حجر حضرتك